الحقيقة فيه انتعاشة كبيرة جدا بتحصل في قطاع السياحة اليومين اللي فاتوا أو تحديدا الفترة اللي فاتت فيه جهود كبيرة جدا بتبذلها الدولة لزيادة عدد الوفود السياحية خصوصا مع الاهتمام الكبير بالمناطق الأثرية والترفيهية والمدن السياحية الاهتمام ده انعكس بشكل كبير على صورة السياحة المصرية في الخارج بقى فيه تركيز أكتر واهتمام من وسائل الإعلام العالمية والصحف على متابعة كافة الأنشطة السياحية في مصر كمان الإشادة بجودة الخدمات اللي بتقدم في مناطق سياحية مختلفة داخل مصر يمكن انبارح كان فيه تقرير مهم عن فوربس أو تقرير مهم من موقع فوربس أفضل ثلاث وجهات سياحية لزيارتها خلال العام الجاري عشرين أربعة وعشرين وجدت مصر على رأس القائمة دي وجدت على رأس الوجهات السياحية دي والتقرير قال ان مصر بتتميز بالجو اللطيف والمقاومات الطبيعية والأنشطة السياحية اللي ممكن السائح يستمتع بيها بأسعار مناسبة جدا تقرير فوربس نصح السياح بزيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية في مصر ذكر بالتحديد منطقة أهرامات الجيزة المتحف المصري الكبير والاستمتاع طبعا بأجواء النيل الساحرة والمناظر الطبيعية الخلابة خلال القيام برحلة نيلية بنهر النيل الخالد كمان نصح السياح بزيارة مدينة الغرداء والإقامة بمنتجعتها السياحية المتميزة اللي بتطل على ساحل البحر الأحمر وبتتميز بالمياه الصافية والشعاب المرجنية المتنوعة وكمان ممكن لمحبي رياضة الغوص أن هم يعني يمارسوا هذه الرياضة تحديدا في سواحل البحر الأحمر التقرير كمان ركز على الموسم السياحي الصيفي والمناطق السياحية اللي بتقدم تجربة مميزة للزائرين خصوصا طبعا شرم الشيخ ودهب اللي بتتمتع بمزيج رائع كده ما بين البحر وما بين الجبل وبين الصحراء يعني اللي عايز يعمل سنوركلينج وعايز يعمل رياضات مياه حيلاقي اللي عايز يعمل كامب واللي عايز يدخل بقى يعمل كامبينج في الصحراء برضه حيلاقي يعني كل الحاجات هتبقى موجودة متاحة وده طبعا نقدر نقول إنه نعكاس للمجهود الكبير اللي قامت به الدولة المصرية لتنشيط السياحة المصرية وكمان إنها تزود معدلات الوفود السياحية سواء في الموسم الشتوي أو الموسم الصيفي خلاص إحنا يعني العيد على الأبواب كلها إن شاء الله عشر تيامة وأقل أعتقد حيبقى عندنا فرصة كبيرة إنه يبقى عندنا أجازات للي ما عندهمش امتحانات ممكن يقدروا يشوفوا أماكن مختلفة جمعاتكم مباركة وزاي الفل صباح الخير عليكم صباح الخير يا مصر